اليوم بما أنه مخصصة لعيد الفطر المبارك أكيد بعدد من المباركات يلي حرص أنه نجوم يقدموها بهالمناسب السعيدة بدي أتوجه لكل أهلنا بالعراق بأحر التهاني بمناسبة عيد الفطر وإن شاء الله بنعاد عليكم بالصحة والسلامة بدي أعيدهم من قلبي أتمنلهم أيام أحلى العراق مثل لبنان عايش أيام صعبة كتير وبعده عم بعيش بس بيضل عنا أمل نجي على أيام أفضل لأنه نحن شعوب حية وشعوب إلى تاريخ كبير ونحن اليوم نحتفل بمئوية لبنان بس لبنان عمره فوق 6,000 سنة وكذلك العراق وأرض بابل وإلى آخرها لذلك بتمنيلهم كل الحب بقول لهم كل عيدوا أنتوا بخير وتنعاد عليكم بالصحة والعافية وإن شاء الله سنين الجاية ترجع تزدهر العراق وتصير أحسن مما كانت كل عام وإنتوا بألف ألف خير إن شاء الله يا ربي بالصحة والسلامة والسعادة أتمنى السلام لكل عموم العراق وأحلى تحية محبة وشوق لشمال العراق وإقليم كردستان يعني أول شيء إن شاء الله بنعاد عليهم العيد بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب دايماً العراق بتكون بسلام العراق من البلدان العزيزة كثير على قلبي والشعب العراقي عزيز كثير على قلبي ودايماً فيه تواصل بيناتنا على السوشيال ميديا فبتمنى لشعب العراقي السلام أول شيء والمحبة ويكون هيدا العيد خير وبركة على الجميع إن شاء الله السلام بعمل عراق الشعب بيستحق الحياة عراق السقافي والتقدم إن شاء الله بيكون عيد فطر غني بالمحبة وبالسلام وترجع هالبلد تستقر وترجع الحياة الحلوية اللي بيستحق الشعب العراقي بدي أتمنى لكم عيد فطر مبارك من لبنان مني أنا ميشيل حوراني لكل أهلنا بالعراق وتحديداً بإقليم كردستان لإلكم محبة كثير كبيرة من اللبنانيين بدي أقول أول شيء كل عام وانتوا بقال في خير وإن شاء الله يا رب هالسنة جديدة تكون سنة خير وبركة وسلام أهم شيء وبقول له لكل الشعب العراقي يقبرني مدهلكم وعلوينكم إن شاء الله بنلتقى قريباً كمانا بالعراق وبحبكم قد الدنيا فطر مبارك إن شاء الله بنعاد على الجميع وعلى كل الأمة بألف خير وبسلام وبصحة وبأمان وللشعب العراقي بدي أقول له نحن بنشبه بعضنا صرنا بالسراء وبالضراء إن شاء الله أيامنا كلها بتكون سراء ما بدنا بقى ضراء وما بدنا بقى ألم وما بدنا وجع وإن شاء الله بتفرج علينا وعليكم يا رب أولاً بدي عايد عموم الجمهور العراقي بكل العراق بس عندي معايدة خاصة بدي عايدة للأخ مسعود الفرزاني لقيته من أهم زعماء العراق اللي بيشتغلوا له الوطنية وإن شاء الله بيكون عيد الفطر السعيد عيد فطر مبارك على جميع العراقيين واللبنانيين لأن العراق واللبناني يا أخوان هودي من الأزل أنا ما بوعى إلا بيحبوا هذا مع بعضهم حبيبة قلبي بشهادة الله أكبر إنه العراق جريح متل لبنان الله يزيل هالمحنة عنهم وابقهم يا رب وكل عام وأنتو بخير وإن شاء الله بيكون فطر السعيد علينا وعليكم وعلى العراق وعلى الأمة العربية كلها لشعبنا الحبيب بالعراق منقول إن شاء الله فطر سعيد وإن شاء الله كل أيام كل الجاي يكون هيك سلام وأمان وفرح يا رب كل عام وأنتو بخير إن شاء الله هالعيد بيكون حامل معه السلام والمحبة للجميع أنا أبدا أقولي نعاد عليكم على كل الشعب العراقي بالصحة الخير والبركة رمضان كريم وعيد فطر كمان كريم وإن شاء الله كل الخير لألكم أحبكم كتير وبوسات لأهلنا وأحبائنا في العراق الشقيق بتقدم بأسمة تهاني بعيد الفطر السعيد عاده الله على الجميع بالخير والصحة واليمن والبركات فطر سعيد إن شاء الله هيدا العيد يحملكم كل خير وبركة وإن شاء الله إلتقى فيكم بأقرب وقت يعني بتمنى لهم كل سنين وكل أشهر طبع السنة يكون أعياد وإن شاء الله الأيام اللي جاية بتفرجيهم شيء أحلى بدي أتمنى لكل المشاهدين فطر سعيد إن شاء الله السنة تحل السلام والخير والبركة بنخلص من كل الأمراض وكل الحروب بتمنى لكم السعادة ويا رب السلام دايما بالعراق وكل سنة وإنتوا بخير وبحبكم كتير إن شاء الله يا رب بهالشهر الكريم يفرجع عليكم وعلينا بأيام أحلى وأيام أفضل وأيام أجمل يا رب بحبكم كتير وبشكركم على متابعتكم وعلى محبتكم وعلى دعمكم لإله وكل سنة هوني بخير ويكون متل ما منتمنى للبنان يعني منعرف المنطقة كلها تمر بصعوبات يعني كان أمنية ولا سياسية هيك كل سنة منقول إن شاء الله سنتجي تكون أحسن فمنتمنى لأنهم بالآخر مصيرهم ومصيرنا واحد متل ما عم نشوف يعني من خلال اللي عم بيصير بمؤخرا فإن شاء الله هيك سنتجي تكون أحسن لكل الدول العربية